لاعب مهم يغيب عن وديات أسود الأطلس في مارس يواصل المهاجم الشاب بوسفيان ديوب غيابه عن المنتخب المغربي خلال المباراتين الوديتين أمام أنغولا وموريتانيا يوم 22 والسادس والعشرين من مارس المقبل بسبب الإصابة ولم يتماثل ديوب بعد للشفاء من إصابته في الركبة التي تعرض لها رفقة فريقه نيس الفرنسي يوم 27 مونبر والتي كانت سببا في غيابه عن كأس أمم إفريقيا التي جرت في كوب دي فور وعاد ديوب إلى الملاعب يوم 27 من يناير الماضي بعد شهرين من تاريخ إصابته وشارك لنصف ساعة في مباراة نيس وميتس في الدوري الفرنسي إلا أنه غاب عن المباريات الموالية بسبب شعوره بآلام في الركبة وأكد فرانشيسكو فاريولي مدرب نادي نيس أن ديوب يحتاج إلى شهر ونصف من الراحة قبل بدء حصص الترويد ويرتقب أن يعود إلى الميادين خلال شهر أبريل المقبل وكان الناخب الوطني وليد الريكراكي يعول على عودة ديوب للاستفادة من خدماته في وديتاي أنغولا وموريتانيا غير أن تجدد إصابته سيبعده عن أسود الأطلسي الشهر المقبل ترجمة نانسي قنقر